مرحبا بأخبار المسألة اليوم سنبدأ من الرد رد وزيرة الطاقة والمياه السابقة ندب الثاني على كل الحملة التي طلطها باليومين الماضيين وتحديدا بالساعات الأخيرة وما قالت أنه سترفع شكوى ودعوة بحق المزورين وليس فقط من يتطاول على كرامات الناس نستمع إلى أبرز ما قالته الوزيرة السابقة ندب الثاني لأخبار الو تي في ما في الواحد يطلع يمس بكرامة العالم ويمس بسمعتهم ومن دون أي مستند أو حتى أكتر من هيك لأنه كنا بدعوة معينة وهلأ رايحين على دعوة تانية تزوير يعني المستند لقدمه مزور بس تبين هذا التزوير لأنه هنا حطوا هذا المستند تبين ومين ما بيعرف بالقطاع المصرفة هذا منه يعني أكيد منه مستند رسمي لحياة المصرفة على كل حال أنا مع هذا وكله أخدت خطوة اليوم أنه رفعت السرية المصرفية عن حساباتي ومثل ما قلت يعني نعمل تعميم من جمعية المصارف لكل المصارف بلبنان ووسائل الإعلام التلفزيونية فيها تطلع على كل حساباتي يعني كل حساباتي كشف حساباتي كامل مش بس يعني هالتحويلتين يعني رحت لأبعد وما في تاريخ معين يعني كله مكشوف كمان الخطوة زيت عملتها بمصرف لبنان وبهيئة الخاصة للتحقيق كمان تقدمت بزيت الكتاب وإن شاء الله قريبا بتطلعوا كل كون على هالمستندات معاليك في من بعد ما امت بهذه الخطوات كان في تغريضي للمسؤولة الكتائبة اللي أيضا تهمك وكان ضمن المتهمين لألك يقول وكأنه يعني تريدون تصديق بدكم تخلونا نصدق ألعاب الخفة بين السياسيين وبعض المصارف ومصرف لبنان لو مثل هالألعاب لما تبخرت الودائع ولما احتجنا للتحقيق الجنائي خلينا ننطر سلطة الرقابة بالأسواق المالية السويسرية وجمعية المصارف هناك يعني وكأنه عم يتهميك بطريقة غير مباشرة أنه في صفقات بينكم بين مصارف مشان هيك قدرت تعملي هذا الأمر اليوم شو اللي قدرت أعمله شلت السرية المصرفية أنا يعني بتحديه هو وكل حزب الكتائب إذا بيحبه شهر السابع أنا عم بحكي عنها يشيلوا السرية المصرفية عن حساباتهم يعني من رئيس حزب الكتائب ونزول لأنه نحن باعتقد وليوم كمان ما ننسى أنه الوزير باسيل هو الأول اللي عمل هالخطوة قبلي وشلنا السرية المصرفية يعني ما فيه أعمل أكتر من هيك ما فيه يتهمني بشي لأنه كل التحويلات حتى بمصرف لبنان رح يبينه وذات الخطوة عم بعملها بسويسرا يلي برجع بأكد أنه ما عندي حسابات خارج لبنان ما عندي ولا أي حساب خارج لبنان ما عندي حساب بسويسرا أصلا البلد الأوروبي يمكن الوحيد يلي ما ندعسي فيه طب ليش معلك هذا التمليئ إذا عم بتقولي أنت هذا الكلام ليش الاستهداف لشخصك يعني ليش عم استهدفوك هيده كمان يعني أنا بعتقد جوال أنه فيه استهداف فيه مثل ما منعرف يعني character assassination هيده بلش هو بالوزير باسيل وهلأ عكل الطيار وبلشت بالوزير باسيل وعم بتكمل يعني علينا كلنا كطيار كلنا عنا ياهو وأنتو بالأو تي في بعتقد كمان يعطيكن ألف عافية لأنه عم نتعرض عم نتعرض يوميا لمس بكرامتنا معيد مقبول وهيده أنا كان بدي يكون مثل أنه ما فيكن تطلعوا تحكوا علينا وما تتوقعوا مننا جواب لا لأنه هلأ يعني كمان ممنوع قدم شكوى لا والتنين أنا بس حبي كمان أنه التنين الاستاذ ماجد بواز حضر الشكوى الثانية وهالمرة في جرم تزوير سؤالي الأخير لأختهم قال المتهمين لأيلك أنه في حال تبين معلوماتهم مغلوطة هني مستعدين يعني يعتذروا منك مع حبة مسك رح تقبل حبة المسك والأعتذار إذا وصلتوا لأعتذار يعني ما بعرف أنا جوال خلي القضاء يقرر إذا بيقبل هو بحبة مسك ننتقل للموضوع الحكومة المبادرة الفرنسية لا تزال مستمرة فيما أي جديد لم نسجل على الخط الحكومة باستثناء معلومات تحدثت عن تواصل بين حزب الله والفرنسيين بالأيام يلي أعقبت خطاب أمين عام حزب الله تقرير جوال بيونس فيما لا تزال المبادرة الفرنسية مستمرة اتتفاق الإطار لترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل ليطرح أكثر من علامة استفهم حول إمكان أن يفرج هذا الاتفاق عن مبادرة الرئيس الفرنسي ويسهل عملية التأليف الحكومية لأن مصادر مطلعة تشير إلى أن من شأن تنفيذ هكذا اتفاق أن يمهد لإرساء استقرار سياسي فالأمور لا تزال بحسب المصادر مجمدة حتى اللحظة وفيما لا تزال باريس على صمتها الرسمي تجاه خطاب أمين عام حزب الله كشف عضو تكتل لبنان القوي سيمو أبي رميا الذي حط في باريس عن تواصل فرنسي مطول مع حزب الله حول خلاصات المرحلة الأولى مشيرا إلى أن هناك أفكار عديدة تطرح حول الحكومة الجديدة منها الحكومة التكنوسياسية معلومات الأوتي في من مصادر رفيعة تؤكد حصول لقاء جمعا بالأيام الماضية وذلك بعد أخطاب أمين عام حزب الله السفير الفرنسي بغينو فوشي ومسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي لم يعقد لقاء في قصر السلوبر بل في الضحية حيث وزار فوشي الموسوي بلقاء بروتوكولي ودعي لمناسبة انتهاء مهمه في لبنان صحيح أن لقاء كان ودعيا بروتوكوليا لكن مصادر مطلعة تكشف للأوتي في أن فوشي حاول خلال لقائه الموسوي أن يفسر ما الذي حصل مع الفرنسيين وتحديدا الرئيس الفرنسي بالنسبة للمبادرة وهنا تقول مصادر مطلعة بأن السفير قال إنهم شعروا بخيانة من أطراف مقربة منهم أي تعنوا من بيت أبهم بحسب المصادر وتشير المعلومات إلى أن الفرنسيين تفهموا كلام أمين عام حزب الله ولسيما أن سيد نصر لا ترك الباب مفتوحا أمام المبادرة الفرنسية ومصادر مطلعة تشير إلى أن الفرنسيين لم يتوقعوا كلاما أقل من السقف الذي اعتمده نصر الله هذا الطرح بحكومة تكنو سياسية كان رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاطي قد أخرجه إلى العلن عندما انتقل من المطالبة بحكومة اختصاصيين إلى حكومة تكنو سياسية برئاسة سعد الحريري تضم ست وزراء دولة سياسيين وأربعة عشر اختصاصيين عن هذا الطرح سألنا عضو كتلة الوسط المستقل نقول نحاس تبدل بالموقف من حكومة اختصاصيين إلى تكنو سياسية يعني شفته أنه هيك حكومة ما بتركب تبلك يوقفت أنا أفهم منك ساعتك أول شيء أنه اللي بدي وضحه للعالم أنه الرئيس نجيب ميقاطي مش طارح نفسه لترقص أي حكومة ممكن يضطح نفسه ممكن واحد يطلع يقول أنا بدي بقسة حكومة ممكن يزطع مش طارح نفسه يعني هو بس سياسي ما أحدا بيقول لا واحدا بيقول إيه بيخلق مناخ بيخلق مساء بيخلق عم يخلق حل لش ما بنشوف الإيجابية طبعا هيدا حل يمكن ممكن ما يكون حل طرح الرئيس ميقاطي منسأ مع رؤساء الحكومات السابقين ومع الرئيس سعد الحريري هذا الطرح الرئيس لكن ما بعض بالتفصيل هذا الموضوع إذا هو قبل ما قاله كان منسأ معهم تكون صادق مع الكل حي ما بعض بس بيجعب بيقول هيدا مطرح للكل بعدين هيدا طرح طالما عنده ما من الأربع بيجعب ما المهم الطرح المهم يصفي في تحريك للمساء على خط المعنية الأول بالطرح أي سعد الحريري علقت مصادره على هذا الطرح بالتذكير بما قاله رئيس تيار المستقبل في مختلف بياناته لتضيف الرئيس الحريري لا يزال ملتزما بالمبادرة الفرنسية وهو جدد هذا الالتزام أكثر من مرة وهذه المبادرة بحسب المصادر لا تزال كما هي أي لا تتحدث عن مرحلة ثانية تتمثل بحكومة تيكنو سياسية ختمة المصادر على خطب عبداء لا اتصالات سجلت اليوم أما تحديد موعد الاستشارات فمرتبط ببلورة الصورة أي المشاورات بين مختلف الكتال ما يضمن تكليفا بتأليف مضمون لا تكليفا بلا تأليف تماما كما حصل مع مصطفى أديبة وبالتالي تؤكد أوصات متابعة بأن رئيس الجمهورية لن يدعو الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة جديدة قبل تأمين هذا الجو الإيجابي بين القوى السياسية عن موضوع الحكومة ومواضيع أخرى تحدث عدو تكتل لبنان الأول نائب روجي عزار باليوم للأوتيفي ببرنامج رح نبقى سواء وأكد أن الجلسة التشريعية كانت منتجة وهمة وصدر عنا أونين أساسية مثل أنون الإثراء غير المشروع وأيضا شدد على موقف الطيار يلي وقف ورح يوقف بوجه القانون قانون العفو العام بصيقته الحالية ورح يعترض كمان على هذا الموضوع مثل معترض بالجلسة الأخيرة لأنه وضع على جدول العمال النائب عزار رأى أنه ما من مستجدات على الصعيد الحكومة للأسف اليوم ليس هناك أي مستجدات على الصعيد الحكومة وخصوصا ما فيه اتصالات كمان بين الأفريقاء لحد اليوم ممكن فيه بين التكتولات بزيتها عم بتقيم الأوضاع مشان لا تحضر لهذا الملف والرئيس كمان صار عنده أناعة وهذا حق من حقوقه بالدستور أنه كمان أنا ما رح أكلف قبل ما نشتغل على التأليف لأنه مرأت ومرأة مصطفى أديب كمان بأنه رحنا أكلفنا وما اشتغلنا على التأليف لكي وين وصلتنا بقى هيدا حقه بالدستور أنه كمان هو يتصد بكل الأفريقاء يتصد بكل التكتولات لتفايد المطبات اللي وقعنا من أجل مصلحة البلد يعني اللي عم بيعمله هو بالنتيجة أنه نحنا رايحين نكلف لو نرجع نقلف بس على اتفاق مع بعضنا يعني لأنه بديك تقديد ليش مصطفى أديب ما أدر كمان ساعديني ما أدر ألف لأنه مصطفى أديب فعنه تم الاتفاق عليك شخصية سفير بألمانيا أتى إلى لبنان شخصية مميزة مصقف صاحب خبرة لأنه مارس ديبلوماسية هو كسفير بألمانيا لفترة زمنية طويلة بس بالسياسي مش هو كان عم بيألف وهي دي هي دي خلتنا أنه نتعرقل كان فيه أكيد رؤسة الحكومات السابقين اللي هني سموه اللي هني برأيهم بيستفيدوا من من التعاطي مع الفرنسوية أو عطيوهم باس أو هني اعتبروا أنه عطيهم باس الفرنسوي مكرون كان واضح لأنه الرئيس الفرنسي بمؤتمره صح عطب وضوى هني راحوا للآخر بهذه الشغلة أنه نحن بنسمي ونحن بنعمل حكومة لا ما فينا اليوم بهذا النظام اللي نحن فيه أنه يروحوا رأس حكومة سابقين يروحوا هني يسموا كل الوزراء بعد المبادرة الفرنسية لأنه ما عنا حل أكتر ما غيرها أول شيء الرئيس مكرون أكد رجع وعطي فرصة لحكومة من أربع أسابيع لست أسابيع بيقصد برأيي أنا بيقصد ليمرق الانتخابات الأمريكينية يمكن ممكن كتير أنه ينعمل يصير فيه تفعيل بوقت من الأوقات أنه تنعمل حكومة قبل هالتاريخ هيدا بس هو أعطي هالمهلة هاي ليصير فيه انتخابات هيدا المهلة الأقصى ستة أسابيع من أربع أسابيع لست أسابيع حتى حتى إذا بدك الرئيس ماكرون عاطب وتهم وضع على بعض الأشخاص ووضع مسؤوليات بس بس ضل مصر على على الخطة الفرنسوية المبادرة الفرنسوية وحتى اليوم السيد كمان بكلمته كان كتير هجومي بس لكن كمان حافظ على ترك باب للمبادرة الفرنسية بقى هايدي هايدي جايدي ورئيس رئيس جمهورية متمسك فيها ونحنا كمان أكيد متمسكين فيها مفروض كل مواطن لبناني متمسك فيها هذه فرصة ماذا بعد أعلان اتفاق الإطار حول ترسيم الحدود بارح وكيف رح تستعد رئيسة الجمهورية لقيادة المرحلة المقبلة تقرير جريس مخايل بعد عشر سنوات من التفاوض للوصول إلى اتفاق الإطار لترسيم الحدود البرية والبحرية جنوبا ها هو رئيس المجلس النيابين بهبر يعلن التوصل إلى خاتمة سعيدة لينتقل الدور الأساس في هذا الإطار إلى رئيس الجمهورية العماد ميش العون بحسب المادة 52 من الدستور والخاتمة سعيدة تقضي بأن يتولى الجيش اللبناني المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية واستكمال ترسيم الحدود البرية حيث سيكون عليه العودة إلى رئيس الجمهورية والحكومة قبل القيام بأي خطوة خلال المشاورات غير المباشرة عبر الأمم المتحدة وهنا أكدت مصادر مطلعة للأو تي في أن التفاوض الذي حصل هو على اتفاق الإطار أي الألية العملية لحصول التفاوض على ترسيم حدودنا ورمزيته هو أنه كان نتيجة الاتصال الأمريكي المباشر بالرئيس بري في هذا الموضوع لتعذر الاتصال بحزب الله وتبعت المصادر بالإشارة إلى أن هذا التفاوض أدى إلى وضع الركائز العملية للتفاوض الأساس على الترسيم الترسيم البحري لأنه غير موجود وترسيم الحدود البرية التي تم التعبير عنها عبر حل نيقات الخلافة كانت 13 ونحسرت إلى أقل من ذلك في رسم الخط الأزرق داخل حدودنا البرية التي يعتبرها لبنان ثابتة بوثائق أوضعت في الأمم المتحدة منذ زمن ولا أحد يناقشها حتى اتفاق الهدنة وأكدت المصادر أنه إذا كانت هناك بعض النيقات العالقة على الخط الأزرق على مصرح بري سيصار إلى إيجاد حلولها في عملية التفاوض وقالت مصادر أيضا للأو تي في هذا للحدود البرية أما الحدود البحرية فهي بحاجة لعملية تفاوض كبيرة فكان من الأسهل للجوء إلى ألية اتفاقية نيسان المنصوص عنها عام 1996 أي الاجتماعات غير المباشرة التي تحصل في النقورة بين الريش اللبناني والجيش الإسرائيلي برعاية الأمم المتحدة فأضفنا وقلنا فيما يتعلق بمفاوضات ترسيم الحدود بوساطة نزيها أي أونست بروكر من الولايات المتحدة وتبعت المصادر بالقول أن الجلسة الأولى ستكون للتعرف على أسس التفاوض وستتم في 14 الجاري في حضور مساعد وزير الخارجية الأمريكية ديفيد شينكر الذي هو المساهل الأمريكي حتى أشعار آخر وختمت المصادر عبر الأو تي في قولها رئيس الجمهورية سيتولى الشق الأصعب من التفاوض ونأمل في أن يأتي هذا التفاوض بنتائج سريعة وكما قال رئيس تيار وطني الحر النائب جبران باسيل الذي كان له الفضل في خوض النقاشات الصعبة في مراحلها الأساسية أثناء توليه وزارة الخارجية مواءمة بين السيادة وبين الحقوق الاستثمارية للبنان وبين الصلابة والمرونة بين العلم وبين الحق بالأرض والبحر ولن نأخذ لحقوق لبنان كاملة غير منقوصة مصادر مطلعة أخرى أكدت للأو تي في أن أي سوء تفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ليس موجودا على ما حاول البعض أن يوحي وكل الأمور منسقة بشكل تام وكامل بين الجانبين والتواصل مستمر أيضا بشكل تام وكامل وقبل كلمته كان الرئيس بري قد أطلع رئيس الجمهورية على كل الأمور وتشاور معه في الموضوع فاتصال هاتفي وأكدت المصادر أعينها أن دور رئيس الجمهورية في هذه العملية محدد بالدستور في المادة 52 وانطلاقا من هذه الصلاحية سيتم تشكيل اللجنة عسكرية ومعها عدد من الخبراء والمستشارين حتى تبدأ عملية التفاوض وستزود هذه اللجنة بالتوجهات اللازمة من الرئيس عون والسلطة السياسية لتبدأ مسيرة المفاوضات إلا أنه من المتوقع أن تكون مسيرة طويلة ونجاحها متوقف على التعاون ودور الولايات المتحدة الذي أريد له أن يكون دورا مسهلا مصادر متابعة أكدت في الإطار عينه للأو تي في أن الجيش سيكون ضمانا نظرا إلى حساسية الموضوع بالنسبة إلى حزب الله خصوصا في زمن العقوبات الأمريكية نظرا إلى قدرتها على التواصل مع كل الجهات ومن بينها حزب الله والولايات المتحدة ولكن طبعا باستثناء إسرائيل لأن طريقة التواصل معها غير مباشرة أكان في اللجنة الثلاثية في النقورة أو خلال هذه المفاوضات تابعا أن اللجنة العسكرية سير أسوأ حتما ضابط برتبة عالية يعاونه ضباط عدة وفريق مدني متخصص إلى ذلك وردا على سؤال عن استخدام العقوبات أدى الضغط في المفاوضات اكتفت مصادر الثنائية الشعية بالإجابة بكلا لا خوف من دون أي إضافة فاصلوا من تابع من بعض أخبار المسا منتابع أخبار المسا ومنفتح صفحة كورونا والأزمة الصحية حيث أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1291 إصابة جديدة بكورونا رفعت العدد التراكم من 21 شباط الماضي إلى 4159 حالة كما سجل اليوم 12 حالة وفات وكان وزير الداخلية والبلديات أصدر قرار قبل ظهر اليوم حاول إقفال بعض المناطق بسبب تزايد عدد الحالات والإصابات لكن هالأمر حمل كثير من أخذ ورد مع عدد من البلديات تقرير الزميل جورج عبوت بين معارض ومؤيد للفكرة سأت أرار إعادة الإقفال التام للبلد بسبب عدم الإجماع لأن الأوضاع الاقتصادية ما بتحمل ونتيجة تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا أصدر وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أرار أضى بإقفال عدد من البلدات من الجبل للوسط وصولا للساحل 111 قرية وبلدة رح تقفل أمام زوارة ويتم عزل سكان عن محيطة لمدة 9 أيام ابتداء من الساعة 6 صباحا من يوم 11.24 الأول ولغاية 6 صباحا من يوم 12.21 الأول أما طريقة الاختيار فكان بسبب تجاوز عدد الإصابات النسبة المسموح فيها بالنسبة لعدد القاتنين أرار كلف من خلاله المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه فكيف رح يكون التطبيق على أرض الواقع؟ اليوم قد ما نشتغل كمحافظين أو كوزارة داخلية أو كأي جهاز بالدولة إذا ما المواطن نفسه مقتنع بهذا الموضوع ومدرك لخطورة الوضع اللي نحن فيه رح يبقى شغلنا نائس نحن اليوم أصبحنا مع الأسف على بعد أسابيع قليلة من السيناريو الإيطالي أنه لا سمح الله يتكرر في لبنان أنا الكابوس اللي عندي إيايه يوميا هو أنه نوصل لمشهد ناس عم تقاطى داخل المستشفيات كرمال جهاز نفس أو كرمال تاخد بالعناية الفائقة لأنه المستشفيات وصلت يعني لطاقة القصوى اليوم بهذا الإطار البلدي عم تسكر جميع مداخلها وبيبقى فيه مدخل واحد مفتوح تحت رقابة الشرطة البلدية طبعا فقط يسمح للحالات الطارئة يعني في حالة صحية أو حالة بالفعل هي حالة إرجانس يعني بحاجة تدخل أو تخرج على البلد هي الوحيدة ستل بحاجة تخرج أو تفوت داخل البلد طبعا أقفال كامل لجميع المؤسسات خاصة وعامة داخل البلد لا الحد أو منع أي احتكاك بين الناس العرارة بيستسنى فقط المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والصيدليات والأفران أما السوبرماركت فمن خلال خدمة الدليفري فقط نقول نحن عم نعزل البلد ما بس عم نعزلها عن محيطة لا يعني حتى الحركة داخل البلد لازم توقف فبالتالي الناس لازم يلتزموا بالحجر المنزلي المحلات الأماكن العامة المقاهي المطاعم وغيره لازم كله يتساكر حتى المصابين اللي بنتمنى لهم الشفاء العاجل عليهم مسؤولية كتير كبيرة مسؤولية أخلاقية وحتى قانونية بمكان ما أنهم يلتزموا التزام كامل بالحجر المنزلي ونحن المتطوعين اللي طوعوا بمحافظة بعد بك الهرمل من أطبا وتلميز طب وممردين وصيدلي عم بقدموا كل الدعم المطلوب لهذه الحالات إضافة حتى للدعم النفسي حتى في فرق عم تتواصل مع الناس البيوت اللي فيها إصابات لينشرح كيف يعني بيكون في عزل ضمن البيت لحالة إيجابية بالكورونا على وقع الأرار حتى قبل بدء التنفيذ سجل عدد من الرؤسة البلديات المعنية اعتراضات بالجملة على الأرار وطلبوا بإعادة النظر فيه على اعتبار أنه فيه أخطاء بالأرقام وبالتعداد منهم بلديات جبال، لرميل الشوف، رومين النبطية، والزلقة، وادي شحرور العليا، ورعشين بكسروان المعلومات بتشير إلى أن طرقات المناطق المقفلة والمعزولة رح تبقى مفتوحة أمام حركة الترانزيت للأشخاص المرين بسياراتهم بوقت إجاب القرار أنه في حال اضطر أي مواطن لمغادرة منزلة لأي سبب كان يجب عليه الاتصال بالخط السيخن لطوارئ قوى الأمن الداخلي 112 كما وبحال مخالفة مضمون التعميم، رح يتم تصطير محاضر ضبط بحق المخالفين من قبل شرطة البلدية وعناصر الأمن الداخلي بعد الأخذ والرد والاعتراضات على قرار الإقفال أصدر المكتب الأعلامي لوزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي بيان مسا اليوم اعتبر فيه أنه وقال فيه تتناقل وسائل الأعلام وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات ومواقف لرؤسة بلديات ومسؤولين بلديين ومواطنين من البلدات والقرى يلي شملها قرار الإقفال بسبب ارتفاع إصابات كورونا المسجلة فيها منه من يعتبر أنه قرار الوزير مشحف أو بغير محله ومنه من يتمنى عليه إعادة النظر بالقرار يهم مكتب الأعلامي تابع لوزير الداخلية أن يوضح أن القرار يلي اتخذوا وزير الداخلية والبلديات أتى استنادا إلى التوصية الصادرة عن اللجنة الوزرية المكلفة متابعة ملف وباء كورونا يلي تم تشكيلها بناء على قرار مجلس الوزراء وهي يلي زودت الوزارة بلائحة هالقرى ذات المستوى الخطير والمرتفع وعليه تابع البيان فأن وزارة الوزارة أعلنت عن التدابير الواجب اتخاذها بالبلدات والقرى المذكورة كما وردت بتوصية اللجنة الوزرية علما أن الوزارة مخورة تنفيذ الشق العامة للمتعلق بتأمين السلامة العامة وغير معنية بأي خلفية أخرى يعمل البعض على تحميل الوزارة هالملفة كما أيضا قالت وزارة الداخلية أنه ستستمر بالقيام بواجبة وتطبيق القوانين لمرعية الإجراء بشكل يضمن سلامة المواطنين بمواجهة هالوباء المستشرة باللبنان والعالم مع هذا الخبر منكون وصلنا لختم أخبار المسألة اليوم أكيد توقعوا من فيروس كورونا وانتبهوا وأكيد فيكم نتابعوا كل أخبار الوتي في عبر فيسبوك وتويتر شكرا من التابن هار جديد